أهلا بكم توجه البلجيكي تام ميرلر بطلاً للمرحلة الرابعة من النسخة السادسة لطواف الإمارات مرحلة دبي حيث حقق دراج فريق سودال كويكستيب البلجيكي انتصاره الثاني بعدما فاز بالمرحلة الأولى في الظفرة وقطع ميرلر مسافة السباق البالغ 168 كم في 4 ساعات ودقيقة 41 ثانية متقدماً على الهولندي أربت ديكلاين دراج فريق تودور برو سايكلين الذي حل ثانياً ومواطنه أولاف كوي دراج فريق فيزما الذي جاء ثالثاً وعادل ميرلر رقم السلوفيني تادي بوغاتشار كأكثر الدراجين فوزاً في الطواف حيث تمكن من الفوز بأربع مراحل في الطواف وبات كذلك الدراج الوحيد الذي يفوز بمرحلتين في نسختين متتاليتين من الطواف حيث فز بالمرحلتين الأولى والسادسة في النسخة الماضية وتنطلق المرحلة الخامسة غداً مرحلة العقة أطول مراحل السباق التي تبلغ مسافتها 182 كم من العقة في إمارة الفجيرة وصولاً إلى أم القوين